ما بتشطبش الشيشة دكتور؟ ما بشرب هاش. طب روح انت. ما بتشطبش الشيشة ليه؟ نغة ولا ايه؟ لا مش نغة. بس الشيشة التفاح اللي حضرتك بتشربها دي بتسد الشعب الهوائية وبتضمر انسجة الرقة وبتضمر خلايا المخ. لحد ما يحصل لك فشل تام في الجهاز التنفسي. يعني حضرتك لو بتشرب حجر تفاح كل يوم في مدة من 6 إلى 8 شهور. يا أم يحصل لك شلال تام يا أم وفاة. هلو قوي الكلام لانت بتقول ده يا دكتور. بس زي ما انت قلت حجر تفاح. انما دي شيشة معسل. لا المعسل ما فوش شلال تام وفاة على طول. شيل الشيشة يا محمود. ما العشرة بيه يا دكتور. كوباية لابن دافي وعليم علاقة عسل. هات اللي قالك عليه. شوف يا دكتور بيرم. انا مرضيتش اقبض عليك وعملت حساب للعيش والمالح اللي بيتنا. اولا احنا مفيش بينا اي عيش والمالح لان دي تلت مرة انا اشوفك فيها في حياتي. ثانيا حضرتك عايز تقبض علي بتهمة ايه. مش حضرتك الصبح حاولت تتلنفسك. هل انا مودت نفسي. لا بس حضرتك كنت بتحاولتك. هل انا مودت نفسي. بس حضرتك كنت. هل انا مودت نفسي. لا. اما اللي عايز تقبض علي بتهمة ايه. انت هتحاسبني عنيه. دكتور بيرم. فين الرجل العنابي. متهال انا افطر واحد عايز يعرف ما كان الرجل العنابي. عشان اشكره على اللي عمله معاه. عشان كده انا اللي المفروض اسألك. سيدة النقيب فين الرجل العنابي. مم؟ فين الرجل العنابي. معرفش. حضرتك عارف ان وزارة الداخلية كلها مقلوب عشان توبض ع الرجل العنبي؟ توبض ع الرجل العنابي بتهمة ايه. كان طير من غير تصريح. من غير ايه؟ سواني سواني الو ايه يا فاروق ايه دلوقتي انا اقعد مع الاسم بيرم ده دكتور بيرم قاعد مع الدكتور بيرم ده باسأله الاسئلة اللي احنا متفقين عليها بيرد علي باسئلة انقح منها انتو بتحرجونا مع الناس ليه حاضرة فن حاضرة محاولة اخيرة كده ماشي حاضرة فن تفضل فن دكتور بيرم انا باسم وزارة الداخلية بعتذر لحضرتك عن الموقف اللي احنا في ده وبطمن حضرتك ان الوزارة هي اللي هتحاسب عن المشاريب كلها بس حاجة باني وبانك كده لتيسير انت لو اعترفت دلوقتي انا هقف جنبك وهساعدك وهعتبرك شاهد ملك في القضية يووو يا اخي بقى بطل اسئلة بقى هاتي يا ابني حجر معسل وحجر تفاح ممكن اراوح اعزائي المشاهدين اعزات المشاهدات وحجتوني وحجتوني قوي مع اني لسه سايبكم من سعتين بس والله وحجتوني اسمحوا لي اراحب بكم في اول حلقة من برنامجكم الجديد طبق الفيل والنهاردة حنتعلم سوا طريقة عمل الفراخ المالية بخلطة الفيل السرية واحدة من نقعة تستاني هي فين خلطة الفيل دي؟ هقول لها هتشوفيها ازاي؟ سرية؟ انا مش فاهم انت متداقل ايه؟ بالاخر كده عم بقتل الساحب الراجد يابلي بطلت لقي Shark تتكلم متكلم زي الرجالة? في syllables ايه؟ ابن شخصيك ج cotش hoor انا مكلمتش عليك وحش في التلفزيون انا اتكلمت عن الرجل العنابي لا اكت Personal احنا الرجل العنابي لأ احنا الرجل العنابي و بعدين قولت ايه يعني؟ قلت عليهم سطح ايه Soxحي عوضاك؟ ايه ايه هي الصح دي طب ودي في ايه؟ انت ساكن فينا على صفح انا ساكن فويت طصح تبقى صادحة ولا مش صادحة? صح. فدي عندك حق ابقى صادحة. بس اتعال هنا بقى. ايه بقى مدور رجل النبي بالريموت? طب ودي فيها ايه? داير بالريموت يعني ما عنديش شخصية. مين بقى اللي قال لك الكلام ده? اهم واغلى الاختراعات شغالة بالريموت. التلفزيونات دايرة بايه? بالريموت. التاكيفات دايرة بايه? بالريموت. يبقى ايه? حتى الريسيبر المعفف بتاع ود كوباية العواجي شغال بالريموت. طيب. يبقى التلفزيونات والتاكيفات والريسيبر بتاع كوباية ما عندهم شخصية? لا يا عمد غلطناشي العفو انا ما قلتش كده. ماردك يعني. طيب بس يعني التباق ما كانتش واصلي. طيب. وبعدين ما انا قلت عليك برضو انك راجل وابنبلد وحاجات حلوة كتير. وبعدين يا عصفور انا قلت قبل كده انا ايه حاجة بعملها تبقى ايه? مصلحت. ولو مفهمتاش دلوقتي هتفهمها ايه? ايه? ايه بقى تسكت وات ايه? احط الجاس مفبوح. يا اما هعطها ايه? بقين بالجاس مفبوح. طب عصفور ما انت شاطر اهو حافز يا عمي. بس الحقيقة اهل يعني الحلقة اللي انت عملتها في تلف التلفزيون دي. صياتتني جامد قوي وطلعت من وراها بمصلحة جامد. مصلحت ايه? بس البيت سلمة فكرت ان انا العبكاري اللي ورا الرجل اللي عنابي. طب هده هتعني ايه? انت برضو خرقت معاها. اه. انا كلامي ما بتسماش اللي يا عصفور. ايه بس اكتولي. اكيد قلت لها حاجة عننا. لا يا عم ايه. عبه ربنا. انا بس قلت لها يعني ان هو صاحبي وحبيبي الرجل اللي عنابه. كده وهي طلبت يعني تعمل معاه صاحبات صاحبات. وهي اللي هيخليها تطلب لو كنت قلت حاجة عننا. قلت لها يا عصفور انت. قلت لها والله بس ان انا صاحبه وحبيبه. ويعني تصييفة خفيفة كده. وليه تقول? وليه تقول? عصفور البت دي انت بتخرجش معاه تاني. وكلامه يتسمع بعد كده. يا تغطور ديرها مالما يصدقت اتعبرني. ابوث ايدك. ما هي ما عبرتكش انت هي عايزة الرجل اللي عنابي. ماشي ام اتعبرني عشان اللي اتعبرني عشان وبستموهم انها اعبرتني في الاخر يا تغطور. ماشي يا عصفور. تعال يا الله ليه في اي حتة. وبكرة تعدي عليها عشرة الصبح عشان حروح استبتاقي. ماش مقنى استبتاقي يا عم. انت مش عايز تبتدي شغل. حانا بتدي شغل. لو ربنا. صباح الكري عمي. صباح النور. انا هنا سياد تلوة. عمي دي تقولها في البيت. وقاريت ما تقولهاش في البيت حتى. ولو مش هقولك يا عمي في البيت. هقولي حضرتك ايه في البيت بقى. يا ريت ما شوفكش في البيت من اصله. ماشي يا سياد تلوة. فقط يا فنم. ايه ده? ده يا فنم تقرير مفصل عن بيرام هاشم ايوب. واضح ان الولد ما يعرفش حاجة. بسم الله عليك انت اللي تعرف كل حاجة. وفي خبر تاني كده يا فنم احتمالي دايق حضرتك شوية. خبر ايه? قول ما توقعش قلبي. عايز حضرتك تمديلي عالطلب ده يا فنم. ايه ده? ده يا فنم طلب اجازة. يا خبر ابيض. ارجوك. انا يا فنم بفكر اخد دينا ونظام كده ونطلع كام يوم يعني نهضي كام يوم كده. يا سلام كان فين القرار العظيم ده من زمان. تروح وتيجي بالف سلامة. الف سلام. وحتاخد كام يوم? يعني اسبوع كده ان شاء الله. لا اسبوع ايه? مد مد. لا يا فنم اصلاها يعني اجازة بده مرتب. لا مرتب ايه? خدها لحسابي. خدها لحسابي. ليش يا يا فنم يا حضارك طب بتسلم عليها يا فنم لا جزة يسا يا من بكرة. لا من بكرة احنا لسا عنستنى يا ابني خيره البر عاجله. يا فنم بس عشان اقعد بس اقفل قضية العنابي وبعدنا ساف. ما تقلقش عليها انا هقفلك قضية العنابي. مع السلامة انت بقى مع السلامة هتوحشة مع السلامة. اف امه ونزاحت. طب قضية الحوف يا فنم اقفلها ولا ايه? يا سيدي انا هقفلك كل القضايا مع السلامة بقى. طيب ايه? جود لك يا فنم. جود لك بقى نزاحت عليك. يا ساتر ابن اخويا لك ريحه تقيل. معلش يا معلم سهر احنا مش فاهمين حاجة. مش اي حاجة. زي ما هو مكتوب عندكم في الكات. احنا شركة من اي حتة لأي حتة لتوصيل الطلبات ونقل البضايع والتخلص الجمركي. ايوة ايه الجديد. من البلد كلها مليانة شركات بضايع بيتوصلين على الحاجات لحد عندنا في السبتية. لا معلش يا معلم. نحن نختلف عن الاخرون. الخدمة اللي بنقدمها ما بيقدمهاش اي حد غيرنا. يعني حضرتك مسلا بتاجر في ايه? والجملك بياخد منك كامل. تاجر علي خشب. تاجر خشب. وبدفع اربعين في مية للجمالي. خشب وخشب. حضرتك? انا المعلم ندفك هاي تاجر فكهة. بدفع خمسين في المية للجمالي. حضرتك? انا المعلم حسن ابو حشيش هتاجر. انا خلاص معنا. الهمت انت بتاجر في ايه? طيب حلو اول. انا هاخد منك هو نص اللي بتدفعه لجمرك. وزيهم هاخدهم لتوصيل الطلبات لاي حتة في مصر. مش باس مصر. لاي حتة في العالم. سواني بقى يا اخوانا قبل ما نلوك لك في كلام ما لهوش عازة. عدم المواغزة معلم صاح. ايه العبارة عن منا? مين سيادة? محسوبك المعلم سيد الباغل. الكبير بتاع التجار دول لمواغزة. ماشي يا شاح باندر التجار. شوف اه. احنا شركتنا عندها مهارة خاصة جدا في تخلص اي حاجة من الجمرك. حلو. والكلام ده بياخد وقتها ده ايه? يعني? حسب نوع البضاعة وجاية منين ورايحة فيه. بس في النهاية المواغزة بيتراوح ما بين خمستاشر لعشرين دقيقة. عشرين دقيقة ايه? انت جاي تشتغلنا يا يا عمنا. يا عم اقول كلام منطقي. وحشتغلكوا لي يا معلم احنا فيها اهو. ماشي. انا عندي شوية حديد خردة بورس عيد. عايزك تجيبهم للنهاردة. بسيطة. الدين العنوان والدين دي اعمل تلفون. وعلى ما تشرب كوباية الشاي بتاعك تكون الحاجة جدا. واحد شاي هنا للمعلم سيد الفحل. الباغ لا. مش فارقة.